قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ صورة الكهف يوم الجمعة وضيء له من النور ما بين الجمعتين الحديث صحيح عند الجامعة يعني اللي بيقرأ صورة الكهف يوم الجمعة وخلي بالك وقال يوم الجمعة مش ليلة الجمعة يعني بالنهار بالنهار يوم الجمعة اللي يقرأها ربنا هيضئنه ما بين الجمعتين يعني هيكون كده في نور حسه وحسس به في حياته والله عز وجل أعلى وأعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من هاجر أخيه سنة فهو كسفك دمه يعني اللي هاجر أخوه سنة كأنه العياذ بالله قتله هو دي معنى الحديث والله عز وجل أعلى وأعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر الحدث صحيح عند الإمام الترمزي رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثله الحديث صحيح عند الإمام مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربعا الحديث أيضا صحيح عند الإمام الترمزي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمة ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجاوز ذلك الحديث صحيح عند الإمام الترمزي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة الحديث صحيح عند الإمام الجامع وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم زراعه في الصلاة ترجمة نانسي قنقر